حدث اليوم كلينتون، ترامب، كروز، ساندلرز واحد من هذه الأسماء سيكون رئيس الولايات المتحدة وقد تفرز المرحلة التمهيدية عن اسم آخر للسياسة الأمريكية الداخلية تقوس وانتخاب المجالس الناخبة انطلاقا من ولاية آيواء هو من التقاليد السياسية الثابتة يحدث هذا كل أربع سنوات الهدف هو تحديد هوية مرشح الجمهوريين والديمقراطيين للتنافس على الرئاسة هذا هو المصار التمهيدي الذي نحاول شرحه مع ضيفنا من نيويورك الأستاذ أحمد فتحي رئيس تحرير قناة ايتيان الأمريكية للأخبار أهلا بك وسهل أستاذ أحمد أهلا بك ما هي أهمية هذه الانطلاق الأولى في هذه الولاية بالنسبة لباقي المصارى الانتخابي الأمريكي؟ أولاية آيواء تقليديا وتاريخيا هي الولاية الأولى التي تعقد الانتخابات التمهيدية ولكن يختلف التمهيد عند الجمهوريين عنه عنده الديمقراطي بالنسبة للجمهوريين هي أقرب ما تكون إلى الانتخاب الفعلي ولكن الديمقراطي يجتمع كل مؤيدي مرشح في شكل مجموعات سواء في الأماكن التجمعات المقاهي المنازل المزارع دور العبادة إلى آخره ويقوموا بدعم مرشحهم المفضل بالنسبة لهذه الدورة من الانتخابات كان تقليديا ربما حتى السبعينات أو الثمانينات من يفوز بولاية آيواء على الجانب الجمهوري يفوز بترشيح الحزب الجمهوري ولكن آخر مرة هذا تحقق كان في انتخابات 2004 بفوز جورج دابليو بوش بأصوات الجمهوريين في آيواء وكانت للفترة الثانية انتخابات 2008 و2012 عكست هذا الباترن الموجود للجمهوريين بالنسبة للديمقراط هذه الدورة من الانتخابات أهميتها هي ستؤكد هل كلينتون ستكون ترشيحها بمثابة تتويج لها أم سيكون بيرني ساندرز ند قوي في الدورة الأولى والثانية كلينتون استطعت أن تجمع حوالي 37 مليون دولار تبرعات لهذه الدورة الانتخابية بيرني ساندرز على عكس جميع التوقعات استطاع أن يجمع 34 مليون دولار نوعية المتبرعين تختلف جزريا من كلينتون إلى ساندرز كلينتون تعتمد على المتبرعين التقليديين الأثرياء شركات وول ستريت الشركات الكبرى بينما بيرني ساندرز استطاع أن يصل إلى حملته إلى أن تكون حملة جزور للديمقراطيين جراس روتس واستطاع أن يجمع مبلغ مقارب نوعية المؤيدين أيضا تختلف بيرني ساندرز استطاع أن يجمع جيل الألفية هؤلاء الذين ولدوا منذ 18 أو 19 عاما وهم أصبحوا فاعلين وناخبين مسجلين وهذه هي الشباب بصفة عامة وهم العصب المؤيدين لساندرز طيب أستاذ أحمد على الجن سؤال هذا فيما يتعلق بأوجه الاختلاف من حيث التمويل بين داخل العائلة الديمقراطية ذاتها وبين المرشحين الرئيسيين يعني كلينتون وساندرز طيب حدثنا عن الفواصل أو الحدود بين الجمهوريين والديمقراطيين الآن في هذه المرحلة ربما ستتغير موضوعات النقاش لاحقا لكن الآن على ما يركز الجمهوريون فيما بينهم وعلى ما يركز الديمقراطيون المحاور الرئيسية المرشح الذي يحظى بأكبر نسبة تأييد هو رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب هذا عن الجمهوريين دونالد ترامب عن الجمهوريين دونالد ترامب استطاع أن يحول الحملة إلى حملة يعني مزيج من الإسلاموفوبيا معادية للمهاجرين وخاصة أن الأصول اللاتينية أو الأمريكية الجنوبية استطاع أن يكتسب أو يطرح العداء لأطراف كثيرة بأسلوب ديماجوجي مرشحين المؤسسة الجمهورية على الجانب الآخر موضوع الهجرة هو على قائمة اهتمامهم كتيد كروز مثلا تيد كروز وتيد كروز يعتبر يعني يميني يمين أكثر إلى اليمين المتشدد وتأييد الإنجليين له ولكن نأخذ مرشحي أو مطلق علامة المؤسسية الجمهورية مثل جيب بوش مثل ماركو روبيو السيناتور من فلوريدا موضوع الهجرة على قائمة اهتماماتهم ولكن طرحهم مختلف بينما ترامب يدعو إلى القاء القبض على المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم فورا يقترح جيب بوش مثلا برنامج ليوفر مصار لتقنين الأوضاع والحصول على الجنسية بينما كيستش وهو ربما أكثر المرشحين الجمهورين عقلا ولكن لا يتمتع بحظوظ كثيرة وهو حاكم ولاية أوهايو يعتبر من أكثرهم اعتدالا ويطرح وجهة نظر متكافئة لجميع الأطراف يجتمع الجمهوريين على نقد قانون الرعاية الصحية أو المعروف باسم أوباما كير الذي تم تمريره في عهد أوباما ويوفر رعاية صحية لفئات لم تكن مشمولة تحت الأنظمة القديمة هذه هي القطعة التشريع المحورية التي يعارضها الجمهوريين ماذا عن الديمقراطيين؟ ما هي الديمقراطيين؟ هيلاري كلينتون مرشحة مؤسسية هي تريد أن تكتسب رضاء جميع الأطراف وبالتالي وهي تحمل متاع ثقيل منذ فترتها إبان خدمتها كوزيرة الخارجية وفضيحة الإيميلات التي انتشرت منذ بداية حملتها حتى في البداية كان ساندرز منافسها يريد أن يتم التركيز عليها ولكن بعد اكتشاف أنه كان يوجد رسائل إلكترونية تحمل صفات السرية القصوى كانت ترسلها من السيرفر الخاص من منزلها تحولت الأمور في هذا الاتجاه وأتوقع أن يتم التركيز عليه ساندرز هو يعترف بنفسه أنه ديمقراطي اشتراكي وبالتالي هو مع رفع الضرائب وهي منطقة محزورة للجمهوريين هو مع توفير تعليم مجاني في الجامعات المجتمعية الكميونيتي كوليج مثل النظام الموجود في أوروبا وطبعا هذا ضد التوجه الجمهوري كلينتون ليست محبزة لرفع الضرائب هي لا تريد أن تحدث هزة في القارب ولكن تريد أن تصل فقط إلى البيت الأبيض كما خبرنا في الحملات السابقة جاء أي مرشح يطرح برنامج من وجهة نظري ووجهة نظر معيدي عالي التوقعات ولكن عندما يدخل البيت الأبيض يوجد اختلاف جزري بين ما يطرحه كبرنامج وبين ما يستطيع أن ينفزه على الأرض أستاذ أحمد فتحي من نيويورك شكرا لك على هذا الشرح لهذه الانتخابات التمهيدية الأمريكية بهذه الانتخابات التمهيدة